التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جنينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى الرئيس عبد الفتاح سيسي بقادة القوات المسلحة بعد أدائه صلاة الجمعة بمسجد المشير تزامنا مع احتفالات العاشر من رمضان وقدم الرئيس سيسي التهنئة لقادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيسي أضار حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة كما أشهد الرئيس سيسي بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال قوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها تُعقد فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المسدامين يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من يونيو القادم تحت عنوان إفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي مسارات لقارة سلمية وقادرة على الصمود ومستدامة وأوضحت وزارة الخارجية أن أنعقد النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية يأتي إنعكاسا لحرص مصر على الدفع بأجندة العمل الإفريقي خلال المرحلة الدقيقة التي تشهدها العلاقات الدولية مشيرة إلى أن النقاشات التي ستعقد افتراضيا وحضوريا ستتطرق إلى عدد من الأولويات الهامة لقارة الإفريقية مثل دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وتجاوز تدعيات جائحة كورونا وتحقيق الأمن الغذائي والدفع بجهود أعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بأنهم من المتوقع أن تصل مساعدات أمريكية بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا في هدونه الـ 24 ساعة وقال المسؤول الأمريكي أن الجانب الأوكراني سوف يتسلم المواد عند الحدود وسينقلها إلى داخل البلاد وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت عن الحزمة الجديدة من المساعدات التي تضمنت أحد عشر مروحية وثمانية عشر مدفعا وثلاثمائة طائرة بدون طيار بالإضافة إلى أنظمة رادار قادرة على تتابع نيران الواردة وتحديد مصدرها بدقة أعلنت توزاعة الخارجية الروسية إرسال لمذكرات احتجاج إلى الدول التي تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا إن المذكرة تم توجيهها إلى جميع الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاحة وأفهدت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر أن روسيا حضرت الولايات المتحدة من عواقب لا يمكن التنبؤ بها إذا استمرت واشنطن في تسليح أوكرانيا أكد رئيس تونسي قلس سعيدة ضرورة أن يكون القضاء مستقلا وناجزا وخلال استقباله وزيرة العدل شدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وخلال اجتماع آخر مع محافظة البنك المركزي التونسي أكد رئيس التونسي ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية في المفاوضات مع شركاء الدوليين لتونس أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي أن يده موندودة للسلام العادل والشامل ولن يتوانى عن الدفاع عن أمن اليمن وشعبها وهزيمة أي مشاريع دخيلة تستهدف هوياتها العرب العروبية جاء ذلك خلال اجتماع المجلس لبحث لاتجاهات العامة لخطة عمله للفترة القادمة وآليات ترجمة المسئوليات المناطة به وفق قرار التشكيل إلى خطة عملية لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين كما أكد المجلس أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين يعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة دع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دوجلو إلى نبذ القبلية والعنصرية في أرجاء السودان كافة والدخول لمرحلة الانتخابات بتوافق جميع الأطراف السياسية وخلال حفل إفطار لإحدى الجماعيات السودانية أكد دوجلو أن الإجراءات التي اتخذت في الخامس والعشرين من أكتوبر توافقت عليها جميع الأطراف بما فيها رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك وجميع أعضاء مجلس السيادة من المدنيين والعسكريين وأطراف اتفاق جوبا للسلام مشيرا إلى أن تأخير تعيين رئيس الوزراء يدل على الرغبة في التواصل إلى توافق وطني يفضل لحل الأزمة السياسية الراهنة ورياضيا وصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي زمالك تقديم عروضه القوية في بطولة إفريقيا للأندية بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي على حساب بيترودي لواندا الإنجولي بنتيجة 85-72 والتقى زمالك بفريق بيترودي لواندا ضمن منافسة الجولة الثالثة من تصفيات بطولة إفريقيا للأندية ويواجه الزمالك فريق فوكاش بطل القنغو في مباراته الرابعة التي ستقم مساء اليوم نهاية مجزء التاسعة فاصل نعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر